أعسلم ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية قناة الحياة لفي كيفما تعودوا في كل يوم عن أخبار أحداث جديدة أو متنوع اليوم باش نحكيه على تسريحات الناتق الرسمي بحركة النهضة اللي هو فتحي العيدي في تسريح اليوم من مزيك 17 فريل 2021 إن استمرار الأزمة في تونس عما قطها التسريحات والمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية قيسة سعيد والتي ألقت على الحياة السياسية حياة من البرود وخطاب رئيس الجمهورية قيسة سعيد معطل الحوار وسلوكه متواصل في اتهام الأحزاب وأذاف فتح العيدي أن الحل بعيد المداهو وانطلاق الحوارات الوطنية لبعث وبحث على حل سياسي لهذه الأزمة في منتصف رمضان وهو أكيد جدا أو بعده رغم خطاب رئيس الجمهورية المعطل وسلوكه الذي لا يزال يحوم في دائرة اتهام الأحزاب مؤكدا أنه بالحوار ستوجد الحلول لتهديئة الأوضاع وبالاشتراك مع الجميع ليتجاوز الأزمة والمرحلة الصعبة التي تعيشها تونس الآن إن شاء الله نلقاه حل جذري لأنه بالمنجد الاقتصاد تعب الصحة تعبت الاجتماعيين سياسين كلها تعبين في حاله إن شاء الله نلقاه حل جذري وما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي والنهضة رجعت تضرب بقوة للدفاع عن نفسها باي باي ترجمة نانسي قنقر